أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت لبنان الاعتراض على فصل لبنان عن التوقيت العالمي لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد بل هو محصور بتوقيته المتأخر وبطريقة إقراره غير الدستورية وغير القانونية هذا فضلا عن تداعياته التقنية إلا أن من ألبسه ثوبة طائفية هو من برر خطوة التأجيل بقوله إنه من أجل الصائمين فأتاه الجواب من أهل بيته والذين أكدوا أن لا علاقة له بتسهيل يوم الصيام والذي يبدأ عند شروق الشمس وينتهي عند مغربها هذا في الظاهر أما في المضمون فقد تكون هذه فرصة لرئيس الحكومة لإلغاء جلسة مجلس الوزراء الاثنين والعودة عن وعوده للعمال بعد تحذيرات البنك الدولي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية بشأن الاقتراض من مصرف لبنان وبانتظار نتائج وساطة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليل جنبلاط لحل أزمة الساعة والتوقيت يبقى شغوره الرئاسي الملف الأبرز والذي بإنجازه يمكن ضبط ساعة لبنان السياسية اشتركوا في القناة